شهد قطاع السكك الحديدية تفرة غير مسبوقة وذلك على مدار السنوات الأربع الماضية بعد عقود من التردي والإهمال أوصلت الخدماء إلى مرحلة سيئة أساءت للبلد الثاني عالميا من حيث إنشاء السكك الحديدية حيث إنشأت السكك الحديدية المصرية بعد بريطانيا بفترة وجيزة وبعيداً عن النظر السودوية التي يشيعها البعض فإن هناك تطوراً هائلاً يشهده القطاع بدأ منذ نحو أربعة سنوات خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يوجه بضرورة تحديث المنظومة حتى نتفادى أخطاء الماضي تحول قطاع السكك الحديدية خلال العقود الماضية إلى نعش يحمل المصريين إلى آخرتهم ما بين حوادث مؤلمة قتلت آلافاً من المصريين وإهمالاً خلف أنيناً من تردي الخدمة لكن السنوات الأربع الماضية استطاعت أن تخلصنا من هذا النعش ليحل محله تطور يليق بوسيلة نقل آدمية تحترم من يستقلها وبدأت مصر في حصد ثمار التطور الذي شهده القطاع الآن وسيظهر بشكل كامل في غضون عامين فقط وبحسب تصريحات سابقة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات وتشمل خطة التطوير في القطاع التجديد الشامل للسكة على خط القاهرة السد العالي قطاعات بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه وتوريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلي والبحرية بتكلفة تتجاوز ملياري جنيه وتطوير 2000 عربة سكة حديد بدرجاتها المختلفة بتكلفة 300 مليون جنيه أهلاً بحضراتكم عدنا بعد الفاصل التقرير فتح لنا باب الكلام عن واحد من أهم المرافق الموجودة في مصر واحد من أهم وسائل المواصلات أعتقد أنه الأكثر تداولاً واستخداماً من قبل المواطنين ما بين كل وسائل النقل العامة الأخرى نحن نتحدث عن سكة حديد مصر التقرير أفاض في المشاكل اللي كانت موجودة ومحاولات التطوير اللي بتحصل دلوقتي أفاض في الحديث عن تاريخ وعلاقة هذه السكة الحديدية وهي الثانية على مستوى العالم بعد خطوط سكة حديد بريطانيا لكن بسبب سنوات كثيرة من الإهمال وعدم الصيانة وعدم التطوير وصل سكة الحديد أو المرفق ده لوضع لكان لا يمكن السكوت عليه الدولة قررت أنها تفتح هذا الملف وأنها تطوره مهما كان الثمن أنا عرف أن الإمكانيات محدودة والمطلوب كثير لكن في النهاية ليس لدينا أوبشن أو خيار تاني إلا العمل مهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكة حديد مصر مسايا خيري مش مهندس يا مسايا الخيري أسرح حراك فن تمام مشرف ومنور الله خليك فن حراك استلمت الهيئة إمتى؟ أنا استلمت في واحد تمانية 2018 واحد تمانية يعني اربعة شهر ونص اربعة شهر ونص بس حراك متابع للمرفق من زمان آه أنا ابن المرفق تمام قل لي حراك كان عامل إزاي؟ ولما استلمت كان عامل إزاي؟ ودلوقتي بنعمل إيه؟ هو فانتم طبعا زي ما التقرير قاله زي ما سادتك أشرت إن إحنا كنا وصلنا لمرحلة متردية جدا بالنسبة لهيئة سكة الحديد مصر الهيئة طبعا إحنا بنقول إن هي من يعني أقدم سكة الحديد في العالم بعد بريطانيا إحنا تاريخ إنشاء سكة الحديد 1851 فإحنا كنا طبعا يعني المفروض كنا وصلنا لمرحلة نقول متقدمة جدا 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 خلال الفترة الماضية لكن إحنا عدنا حوالي 40 سنة ما فيش إيه يعني تطوير نهائيا في سكة الحديد مصر صح فأصبحنا في نقول مرحلة إنعاش منذ تولي السيد الرئيس طبعا مرحلة إنعاش آه طبعا علم مصطلح عالي أنه هو دقيق مرحلة إحنا وصلنا لمرحلة الإنعاش كان لازم تدخل جراحي بقى أكيد طبعا فطبعا سيادة الرئيس منذ تولي الحكم كان فيه اهتمام كبير جدا بوزارة النقل وخصوصا المرافق الحيوية إحنا سكة الحديد بنعتبرها شريان الحياة التانية في مصر بعد نهر النيل إحنا ده طبعا إحنا بنمتد من أسوال السلوم عندنا 9570 كيلو متر سكة 702 محطة يعني 850 محطة 5,000 9,570 كيلو 9,570 كيلو سكة أوف آه طبعا يعني منقرب 10,000 كيلو آه وطبعا إحنا منتظر المزيد لأن إحنا الشبكة عندنا يعني توعتبر لا 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 إحنا لسه دخلين كما قلتنا إحنا حترك بقى حتروح بلقتي لأفريقيا كمان إحنا عندنا سكة حديد حنروح لأفريقيا إن شاء الله إن شاء الله وطبعا إحنا بنقول إن إحنا زي ما ساتك أشرت إن إحنا بالعتبر من أهم وسيلة نقل في جمهورية مصر عربية يعني إحنا السكة الحديد بيرتدها الأقاليم المتجه للقاهرة المتجه الواجهة إبلي بالذات عندنا مسافة حوالي 950 كيلو من القاهرة الأسواق وواجه إبلي تقريبا يمكن يعني بيكاد يكون هو المرفق الوحيد اللي بيشير كل ركاب الواجه الإبلي فكان لابد إن إحنا طبعا نقول لا لابد من وقفة لابد من تطوير لابد طبعا من تغيير شكل السكة الحديد في مصر صح بدأنا فعلا وطبعا الإرادة السياسية وطبعا اتجاه العام كله للبلد لا لازم السكة الحديد تتغير السكة الحديد طبعا إحنا عارفين إن هي كل ما كان فيه خطوط نقل وكل ما كان فيه تنميع مرمية الكلام ده يعني إحنا مقتنعين به تمام لقتناع بدأنا طبعا بهذا الموضوع فكان لابد من خط التطوير شاملة خط التطوير تشمل كل مرفق السكة الحديد من عندنا حضرتك من البنية الأساسية للكطارات ده الجرات والعربيات للمحطات للعنصر والبشر كل ده مجزام أنا عارف إن كله الحقيقة أنا مشفقة جدا على حضرتك والزملائك في الهيئة لأنه العمل مطلوب كتير وأنا عارف إنه تقريبا تقريبا مفيش قطاع واحد مش محتاج نظرة وتطويره وفلوسه وإمكانيات واعتمادات أنا متأكد يعني لأننا نتابع ملف ده بكثافة لكن لازم يبقى فيه حتى في الدين كده في حاجة يسمى فقه الأولويات صح فإيه الأولى بالأولى؟ يعني إيه اللي قلته ده لازم ما يتسكتش عليه فورا ده لازم نبدأ به ثم بعديه الأولوية في الأولوية أنت أشرت في حديث سيادتك إن كان فيه اللي بدأت الحوادث تظهر معانا طبعا وطبعا إحنا الموضوع ده بيشكل رسك كبير جدا 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 جرح شخص بالنسبالنا ده يعني أنا بالنسبالي بيعتبروا حاجة يعني غير يعني مش حاجة أقول سيادتك إحنا بنعاني أشد المعاناة في هذا الموضوع طبعا فكلا بد من استخدام أول حاجة اللي هو الأمان السكة الحديدة لو بد أن يكون فيه السكة الحديدة يبقى فيها زي ما احنا بنقول كل السكة حديدة العالمة متقدم الأمان والسفت بالنسبالنا رقم واحد نمتاز بي على طول أنا بدأت بحاجة اسمها الانضباط لأن كل الإمكانيات بدون انضباط لأ صح فيه مشاكل فإحنا بدأنا بمرحلة الانضباط انضباط العام للبشر تابعوا على طول موضوع إن احنا شغالين فيه نظم إشارات جديدة خالص لأن نظم التشغيل ونظم الإشارات هي دي أساس أمان السكة الحديدة يعني القطر ماشي بنظم فيها بيقل تدخل العام البشر فبدأنا فيه مشروع كبير جدا اسمه مشروع تحويل الإشارات اللي هي الميكانيكية والكهربائية العادية إلى مشروع إلكتروني كحاجة يعني تعتبر بالنسبة للعالم المتقدم بنضاهي كل دول أوروبا كل دول أوروبا دي أحدث نظام إشارات ظهر اللي هو الإي آي إس أو الإلكترونيك انتلوقنك سيستم ده بيقل التدخل العامل البشري في منظومة التشغيل بيزود سرعة الكتارات إلى السرعة أكتر من 140 كم بيعمل حاجة كويسة جدا إنه بيقل فترة التقاطر بين الكتارات وبيبقى فيه نظام تحكم من برج إشارات رئيسي بيبدأ يشوف السكة الحديد الكتار فين بالزبط يقدر العامل التشغيل بيعرف بيحدد مكان الكتار بالزبط ده اللي هو حيستبدل فكرة المزلقانات داخل معها بقى حضرتك كل ده بيربط معه النظام المزلقانات المزلقان ده على الشبك فبيربط معه المزلقان بيبقى يعني تشغيل المزلقان تحكم إلكتروني هو مزلقان ولا مزلقان؟ مزلقان مزلقان أو بنقول عليه يعني اللي هو منفذ يعني أول يعني إحنا بنتكلم كلام بالعرب الفضيح زي ما قلت سيادتك يعني فإحنا بنتكلم إن شاء الله رب العالمين هذا الموضوع ربط معه المزلقان بتحكم إلكتروني يعني الكطار فيه سنسور على السكة مرتبط مع الإشارات الضوئية يغفل ويفتع أوتواتيك؟ على أوتوماتيك بدون العمل البشر فاطمة ده في كل المنافذ؟ في كل المنافذ اللي بتشتغل على النظام اللي إحنا ألف كيلو سكة اللي هو بنغيرهم للنظام الإلكتروني اللي هي الإشارات الإلكترونية ده إخلص إمتى فن؟ إن شاء الله رب العالمين بالكتير قوي إن شاء الله في النصف الثاني وعشرين عشرين سيادة الرئيس مدينا طبعا توقيت وتوقيت يعني صارم إنه هيكون إن شاء الله على المنتصف عشرين عشرين المشروع ده طبعا شامل حاليا ألف كيلو سكة زي قولت سيادتك الكارس كدرية جزء كبير جدا من الواجه الإبلي عندنا من بنسوف أسيوت أسيوت سواج لجا حمادي لجا حمادي لجا حمادي عندنا خط كمان بنها بوصعي كل اللي بيكلم فيه ده الأول أمان الأساسي كل اللي بيكلم فيه ده مزلقنات إلكترونية وتحكم إلكتروني وبرمجة وتقنية حديثة بس لتوفير عنصر الأمان طبعا وطبعا ومي جدا يعني انتواكب معا كمان زيادة عدد الكترات لأن أنا دخل على نمو سكان فلابد إن يكون الشبكة تستوعب عدد الكترات أكبر الشبكة الحالية صحيح طبعا بيتواكب مع هذا بقى طبعا موضوع اللي هو تجديد الأطبار نفسه طبعا لما بعمل إشارات ضوئية وبعمل إشارات إلكترونية بنيجي حاجة فيه المسافات اللي هي داخل أحواش المحطات بتتغير بالكامل بنغير طبعا المفاتيح اللي هي بتحول من سكة لسكة كل ده في الوقت الحالي شغالين فيه مش عايز أقول ستك حنا قراسك الدرية بس ده طبعا مش بس يعني مش اختصاصك قوي يعني بس منتهاي لي جوز أنا ببقى حزيني يعني لما نلاقي في بلد زي مصر فيه ناس بتسرق القضيب بتاع القطر أو المجتملات بتاعته أو الأجزاء المعدنية وبتاع عشان تباعها بلالرموكية ولا خردة ولا بتاع فبيدمروا مرفق وبيهددوا حياة ألاف للخطر اللي برضو طمنك إن في النظام ده ده بيمنع هذا الكلام حاليا ليه لإن حضرتك القطبان كلها فيها دوائر كهرباء مرتبطة على الشاشة الإلكترونية اللي العامل بيشوف مجرد ما يحصل أي مشكلة في القضيب القضيب بتشال فيه مشكلة فيه أي حاجة يظهر عنده على طول ده النظام اللي احنا بنتكلم فيه ده النظام اللي هو بيحقق السفر الكامل لأن في النظام الميكاليكا قبل كده ما كانش بيبان هذا الموضوع مظبوط إنما مع نظام الكهرباء لما يحصل أي مشكلة سرقة قضيب فيه مشكلة حتى لو فيه الجزء القهرابي اللي هو بيغزل قضيب حصل فيه مشكلة بيحصل عنده على طول البيان بتاعه موجود على الشاشة الأكترابية ممتاز يقول للراجل بتاعنا وطبعا فيه حاجة كمان بقى الإشارة الضوئية بتدي علامة الخطر كمان يعني أساسا أن السواق ما يتجاوزهاش هنا فيه مشكلة لحد ما الراجل بتاع الأبريشل بيروح بيفحص ويشوف الدنيا فيها إيه وبيشغل المظام ممتاز نخش بقى على العربات كمان طبعا التواكب مع هذا طبعا السياسة ماشية بقى سيادتك برل يعني إحنا عندنا بدعنا في البنية الأساسية حنبدأ على طول في الوحدات المتحركة اللي هي الأطر بالتكوى من جراره عربي نظبوط إحنا طبعا كان عندنا طبعا الجرارات والعربيات حد سوى الحرق يعني أقول سيادتك وبعدين ده ده بيحسب للعامل البشر المصري يا فندم يعني النهاردة لما يبقى عندي جراره عربي أكتر من 35 سنة وبحاول بقدر الإمكان أخلي فيه منظومة أمان على هذا الموضوع أنا بأعتقد من العنصر البشري عندنا لا ده حضرتك يا راية ما هو ده يحسب ليهم إن هما بيعرف البس الأناسف يعني هو بيغزل رجل الأحمر يعني بس ده شهادة كفاءة للعامل المصري إن هو بالقاطرة المفروض عافع عليها الزمن وما فيش حد في الغرب بيستخدمها وإحنا بنستخدمها وبنصينها وبنصلحها وبنحاول نوفر لها عنصر الأمان أكيد طبعا إحنا بدأنا في مشروع كبير جدا بالنسبة للتعاقد بقى على صفقات الجرارات والعربيات وطبعا سيادة الرئيس يعني بصراحة فتح لنا هذا المجال لدرجة نحن نقول عزيزين 200 يقول ليه ما تخلومش 250 ليه ما تخلومش 300 يعني بدليل إن أنا عايز أخلي المنظومة كلها على حتى الخطوط الفراعية تبقى متكاملة جديدة فبدأنا طبعا مع شركة أمريكية شركة جينرر إلكتريك إن احنا نجيب 100 جرار وطبعا أربح تلاف حصان حاجة كبيرة جدا كان عندنا تأهيل 81 جرار كانوا يعني كان فيه صفقة كده وكان فيها مشكلة في العمرات وكان بدأنا ناخد مع الشركة دي بره التأهيل 81 جرار بالإضافة طبعا حاجة كؤسة جدا مساء التراز بيسرع عليها حاليا إن يكون فيه صيانة كاملة لمدة كافية من الزمن دي عايزيس نبقى للخبرة للعنصر البشر بتاعنا ويبقى فيه يعني على طول توريق قطع غيار بصفة مستمرة بلتزم من الشركة بش مهندس أنت مدرك معايا وحركة ابن الهيئة فعايش فيها وعارف إنه السبب الأودى بينا للحالة السيئة اللي وصل بها للهيئة سكر الحديد هي عدم وجود الصيانة أي حاجة مهما كانت متكاملة ومثالية ورائعة لو ما صنتهاش تمام في مفلوسك في الأرض هو طبعا حضرتك الكلام سيادتك مظبوط 100% بس إحنا طبعا يعني إحنا برضو بنقول إحنا عادنا فترة فعلا كان فيه مشاكل إنما إحنا النهاردة بنقول لا المشكلة انتقلت يعني زي ما نقول كانت بنقول يعني أو الناس بتوعنا بيقولوا إن كان فيه حاجة معينة إحنا كان ناقصنا لأنه النهاردة إحنا بنحاسب بقى لخلاص إحنا بدأ كل المشاكل بدأت تفتح معانا الحمد لله رب العالمين الجرارات إحنا بنتعاقدنا على 100 جرار وفيه كمان فيه 100 جرار خلال فترة القليلة القادمة هيقولنا التأهيل وصل عندنا لحوالي 150 جرار لأ دخلنا بقى في مرحلة إيه يعني متغيرة خال بالإضافة بقى الحاجة والسيات الرئيس كان بيصير عليها طبعا كان بيقولموا جدا مع الوزير يمكن كان بيتكلم معها فيها منظر العربيات العربيات طبعا أنا بقول بالنسبة لنا كان وصلنا لمرحلة لا مرحلة صعبة إحنا رغم إن كان فيه 212 عربية اللي هما الـ VIP وكان طبعا يعني لكن طبعا مش ده طموحنا ومش ده تحيط مصر ومش ده اهتمامنا بالشعب المصري والمواطن المصري البسيط فسيات الرئيس طبعا قال لأ خشوا بقى على إيه العربيات فعملنا صفقة تعتبرت أكبر صفقة في تاريخ العربيات سكحية مصر 1300 عربيات حاجة يعني نقول 45% من 1300 عربيات لو تعرف إنه عندنا 2500 عربيات كل حجم أسطور تقريبا للنص يعني حالي 45% 47% طبعا مع تحالف مجر الروسي وقرد يعني ميسر من المجر طبعا المفاجأة الأكبر النساء الرئيس كان مصر إنه هو يقابل هذه الشركة ويطلب مواصفات معينة بالنسبة للعربيات يعني فوقيت طبعا وأنا كنت حضرت وكان لها الشرف النساء الرئيس متخصص جدا حتى في أنواع العربيات يعني لقيته بيتكلم بتقنية عالية جدا إنه هو عايز وطلب كمان حاجة يعني محترمة جدا أنا عايز المواطن البسيط يحس بقيمة العربيات دي ويستفيد بيها المواطن اللي هو بنقول عليه يراكب الدرجة التالة فكان فيه 500 عربية من الـ 1300 درجة تالتة مكيفة دي أول مرة درجة تالتة مكيفة دي أول مرة تخش في السكة حيث في مصر ده عشان الشعور إن المواطن العادي لابد برضو يبقى يعني يستفيد من هزي العربيات طبعا نكوننا بنكلم على مرحلة إنه الدرجة التالتة والشاش والحاجات دي لا يا فنم نوضع سأنا ما كانش فيه شبابيك ناس كان بتكيف رباني كلا من الهوى لا والحمد لله رب العالمين إنه طبعا يعني كان فيه إصرار وعزيما إنه يبقى فيه 500 عربية درجة تالتة مكيفة حيستفيد بها الراكب الفروع وراكب طبعا تعالى في درجة الحرارة في وجه الإبلي صعبة جدا فالقاهرة أسوان لا هيبقى عليها درجة عادية مكيفة القاهرة أسيوت القاهرة إسكندرية القاهرة المنصورة القاهرة يعني بصراحة هتغطلنا معظم أنحاء الشباب دعمت العربيات يا فاني إن شاء الله رب العالمين في أوائل شهر يناير أو فبراير بكتير عشرين عشرين يعني احنا بيتكلم على بداية التحسن وبداية شعور المواطن بالخدمة تداء من عشرين عشرين سيادة الرئيس وعد الشعب المصري قال إن المواطن المصري هيشعر بسكة حديد جديدة في أوائل عشرين عشرين احنا ماشيين على هذا الموضوع وإن شاء الله رب العالمين في عزيمة وفي إصرار دلوقتي من رجالتنا رجالة السكة الحديد إنه حتى بالإمكانيات المتاحة حاليا إحنا شغالين خلاص خدنا الدفع وخدنا فيه يعني بقى البريس الكامل إن فيه لا ناس كلها بصة للسكة الحديد ويمكن إحنا بإمكانيات المتاحة حاليا الحمد لله رب خلال الأربع شهور اللي فاتوا دولت يعني مش عايز أقول السيادتك إن إحنا وصلنا لمرحلة لا مرحلة ممتازة جدا ويعني الراكب نفسه هو اللي بيتكلم يعني أنا بنزل دلوقتي أنا عندي جولات ميدانية يمكن يكون كل أسبوع مرتين في مكان بنحاول بقى إمكان نبقى فيه تواصل مع الراكب والراكب البسيط درجة الثالثة لأنه ده المؤشر بتاعنا إن فعلا نحن عدنا فترة من الوقت أو من الزمن إن كان الخطوط الفرعية كان فيها نوع من الصعوبة شوية إحنا ما زلنا في هذا الموضوع لأنه مش هنقول إن إحنا خلصنا ما في المية لا إحنا انتفقنا عشرين عشرين نتكلم مع بعض عشرين عشرين وعندنا حاليا دلوقتي برضو التحول من وسائل النقل الأخرى لأن طبعا إحنا السكة حديدة ما زالت الأجرة أو التذكرة كما هي ففيه تحول كبير جدا من وسائل النقل الأخرى للسكة الحديدة فبقى عندنا حتى يعني صعوبة كاملة بالنسبة لإن إحنا نواجه هذا الزحام لكن معانا برضو الفترة الحالية يعني مكسفين شغل الورش مكسفين شغل العمراض بقاس إن إحنا نغطي حتى الخطوط الفرعي عندي لقطتين سرعة النقطة الأولى متعلقة ب الكلام اللي كل شوية بيطلع ويتنفي وبعدين يطلع ويكلم تاني عن فكرة الخصخصة هل في تفكير جدي بفكرة الخصخصة ولا ده يعني قرار سيادي لسه لم يتم الاتفاق عليه هو فاندم ومش موضوع خصخصة بمعنى كلمة خصخصة يعني طبعا العالم كله بدون إشراك القطاع الخاص أو مشارك القطاع الخاص يبقى إحنا تانينا مدردو ماشيين في الفلك اللي هو الحكومي وده طبعا لأ إحنا لازم يبقى فيه تغيير فكر كمان في المنهج بتاع إدارة السكر هذه فإحنا كان قانون 152 سنة 1880 اللي هو الخاص بإنشاء الهيئة كان بيقول إن السيكة الحديدة مصر هي الهيئة أو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تشغيل وصيانة وكل السيكة الحديدة في جمهورة مصر إحنا طبعا الكلام ده اتغير خالص وفيه قانون يشتغي لسنة 2018 وأقروا المرامان المصري وإن هو دلوقتي بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والصيانة لقطوض السكر الحديد وده على فكرة ده حاجة كويسة للمواطن مش كمان السكر الحديد للمواطن إنه يبقى فيه تنافسية بالنسبة للتشغيل بالنسبة للصيانة مصبوح حصل أي متفاقات مفاوضات احنا طبعا قانون لسه طبعا على القرار اللي هو التوقيع النائم من القرار الجمهوري لكن احنا فعلا شغالين دلوقتي وحنبدأ فيه في قطاع البضايع هنحاول برضه نعمل تأجيل شوية لحد ما الصفقات الكبيرة دي من نزل قطاع ركاب لكن احنا شغالين دلوقتي في قطاع البضايع لأن ده اللي هو اعتبر الإراضي اللي هو الحقيقي اللي بيصرف على قطاع ركاب نظبوط ثقافة المستخدم ثقافة الراكب في حفاظه على المرفق في حفاظه على العربات وخصوصا بقى لما نجيب العربات الجديدة هو اول واحد مطالب بصيانتها قبل الهيئة كمان احنا انا فيه دايما يعني من اول ما اشتغلت كرئيس هيئة فيه شعار انا بطلقه السيكة الحديد ميل كل لك ده بتكلم الراكب بتاعه ميل كل لك بحافظ عليه انت النهاردة شيلت شباك الصباح مش هتلاقي فالنهاردة لازل انت حافظ معاي على هذا الموضوع ان السيكة الحديد مش بتاعت انا ده بتاع سيادتك انت المستخدم صح وانا النهاردة بوعاني وققاسي ويعني وبجيب فلوس من بره بكرود عشان اخذ حضرتك فلابد ان انت كطرف تاني وكمنظمة تبادلية هو انت سيادتك انا لما بيقول احنا كنا دايما يعني بنقول مثل كده اللي ملوش عربية خاصة له السيكة الحديد انت حافظ على اطرق لان انت افتر واحد مستفيد بي فاندم اما ديجي الصب حتى اي قدامك بنفس وطالبني بقى ان انا اعمل الخدمات الاكبر النظافة الصيانة اللي هذا الكمال طول ما فيه حفاظ على المهمات بتاع الاطرق صحيح لان ده بتتكلفنا يا فاندم مش عايز اقولي سيادتك ما بلغ طائلة جدا في موضوع الاستكمال الفواد والناس لما تحشعروا بالتغيير والتطوير اكيد هتخاف عليه انا شايف طبعا هذا الموضوع احنا بدأنا حتى يعني في الفترة دي نشرك التراكب معنا في ان هو ده ده المرفق بتاعه وده نظامه وده وضعه وانحنا يعني مش عايز اقولي سيادتك الزملاء في خدمة العملاء شغالينا على هذا الاطار بكل ما اقتيه من قوائي شرفتني يا بش مهندس شكرا شكرا جزيلا ونلتقي عشرين عشرين ان شاء الله يا فاندم ربنا اديك الصح ان شاء الله شكرا جزيلا بعد الفاصل اخر النهار يفتح ملف ميت مليون صحة